على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجع هذا هو القسم الضحى والليل أيها اسمه العطايا التي ما ودعك ربك وحده ما ودعك ربك وما قاله الثانية اللي يحس منها وللأخيرات وخيره لك والثلثة اللي يحس منها وللأسو فوقت وحده 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 بحل الضحى يبدي الشمس وياه زين إذن بدي إن شاء الله اليوم معه ما ودعك ربك وما قاله بعد ما تكلمنا إن شاء الله على الضحى وعلاش والليل إذا سجع علاش أولا أنتم تعرفون أن المناسبة هي مناسبة واسموها مناسبة مناسبة يسموها أقول مناسبة اسموها يو زيدو يو زيدو فتور الوحي يو الله يهديكم أسيدي واش ماركوش تحضروا معي ولي كيسر فتور الوحي نزل الوحي يهج بعد ذلك انقطع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم كان متشوقا لجبريل علاش منزلش جبريل ويبقى يتسقصي علاش منزلش جبريل ويمشي ويدور يتشوق فيرى جبريل كما خلقه الله تعالى يقول أنت رسول الله يعني هالفترة كانت لابد منها حتى يستوعب الآن المهمة لأن الأمر الآن نبي صلى الله عليه وسلم يخرج جيد من بطن أمه يخرج من بطن أمه بشر حالنا لكن يخرج من بطن الأرض في غار حراء الأرض البطن تحاء اللي يومنا كابلين خرج رسولا لأهل الأرض كل يوم إلى يوم القيام فالنبي ولد ولادتين ولادة اشترك فيها مع ولادة البشر أي خرج من رحم الأم بشر بشر حالنا احنا لكن الولادة بعد الأربعين كانت من بطن الأرض والأرض هي أمنا التي خلقنا عليها واختارها الله لنا لكي نكون خلفاء لله على شريعاتي في الأرض لنبني هذه الحضارة الإنسانية العادلة المتوازنة التي وإليها كل الخلق إيه إذن كان اشتاق لهذا جبري عيسى من بعد قد ينزل له صد ربي يقول له الملكة يقول له جبري ما تنزلوا إلا بأمر ربك واشترك هذه الشديانة أو لا يا محمد واش تابلك أنا مريش مشتقلك كثير مريك مشتقلي انت يا محمد واش تابلك انت يا نظري ما مشتقلكش ولكن لا نعصر لها ما نمر وما نتنزل إلا بأمر ربك الله هو الذي أمرنا كي أن ننزل وصف تصف تصف قبل إرسالي زيد قبل شوه قبل ما يزل الوحي واسم غادي دير أوه رب يعلمي هراجان في الملائيل العلى الملائكة مصفوفة صفوفا صفوفا الله 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 والزاجرات زجرا أي الحرس الذي يرمي بالشهب كل أعداء الله من الشياطين حتى لا تخترق وحتى لا تسترق السماء أوه رب أوه رب أوه رب والزاجر والتاليات ذكرى وتبقى التصبيحات أي 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 على مهرجان التاليات ذكرى الله مهرجان كبير هذا وبعد ذلك يأتي زيد ملك الملائكة رئيس الملائكة ويخرج من هناك حيث لا هناك حيث العقل الآن لا يدرك كنها هناك لكي يخترق الصبع الطباق وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الله الله وليك استعد يا رسول الله لكي تتحمل يا أيها المزمل أنهض زمنوني زمنوني أنهض يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردتي للقرآن ترتيلا أناش الناس نلقي عليك قولا ثقيل القول الثقيل ليه مشي القرآن خفيفه خفيفه لا مشي قولا ولا ثقيل قول خفيفه ثقيل ولا قد يسترى القرآن للذكر فالمدكر ياك لأنه سهل الحفظ ذلك شيء لكن حمولته ثقيلة لأنها مهمة العبد لإخراج الناس بهذا القرآن الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وهو عمر صعب جدا لأنك تواجه العقول تواجه البشر تتحمل الجبال فتنقلها من أمكنتها أيسر من أن تغير طبائع الناس هي أكبر وأصعب وأخطر وهي اللي رحلة عاشينها المسلمين غيرنا عقولنا فأصبحوا يسبحون بحبد المستقريب ويعملون من أجل تحقيق مشروع عداء الأمة في الأمة يحاربون كل قطعيات الدين وأنتم ترون في تركيا العالم كله يقف ضد من يمثل الآن بناء دولة تعمل بالإسلام للحلول دون أن تعود الخلافة إذن كيقول سيد جري مالك حتى ينر مشتقلك لكن وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا هل تعتقد أن الله تعالى سبحانه ينسى هذه المسألة ولكن اقتضت حكمة الله أن في قضية الوحي معاك انت واسم أولا هناك الفترة الأولى حينما نازل عليك قل تزملوني زملوني نوض تهيأ ناجي ربك في الليل قوي صلتك بالله لأن تحمل الوحي يحتاج إلى قلب عظيم يحمل تبعاك القول الثقيل ثم دثروني دثروني لا قم فأنذر لا 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 واصل الليل بالنهار من أجل تبليغ هذا الأمر انت هيا واش بغيت بقى يسترسل عليك الوحي وانت مش تخدم تخدم وان لك يسألت لك لا ينزل عليك شوي وتستوعبه يا كاسيدي وتفهمه وتقوم به الليل وتمشي ان شاء الله تبارك وتعالى تدعي الناس ليه وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة ما لاذا ما يزلش مرة واحدة كيف كذلك ليثبت به فؤاتك فإن تنزيل القرآن هكذا منجما حسب الأحداث إنما يبغي تحقيق غاية في محمد وهي واسمه 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 ان يثبت قلبه هذا الاهتزاز اللي اهتزيت من دين جاك لأخر قلت زملوني وانا خفت على نفسي هذا يحتاج لوقيتها يحتاج لقيام الليل يحتاج لتلاوات القرآن يحتاج الاستيعاب فلابد من فترة حتى يستوعب انه نبي ولذلك سيدنا المصلا عليه وسلم قبل ما يدعي الناس زيد بأنه نبي واسمه خسي دير واسمه زيد ويقولوا لي خسيؤمن انه نبي كان سيدنا المصلا بكي قولهم منين منين شو التابوك وحل العداد منتاع الحداث التي وقعت بحال ما منين منين دار الماء فموا وارما فذي كل العين اللي كت ما ما فيهاش فخرج الماء واغتسل الناس وشربوا وطوضوا قال لهم شو قالهم أشهد شو نحسب واسمه قد يقول المصلا واسمه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ما لقي الله بها عبد قالها موقنا بهما قلبه إلا حرمه الله على المحر المفتاح دائما سيد مك يقول أشهد أن لا إله إلا وأني رسول الله إذن إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه الفرق بيننا وبينه إحنا بشر كامل ولكن الفرق أن الله يوحى إليه هذا ويوحى إليه وهذا الوحي كان لابد في البداية أن يفتر علاش حتى يستوعب أنه الآن عنده مهمة خرج من الأرض وحد خور صاحب رسالة يبلغ الأهل الأرض وما أرسلناك زيد إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ها هذا اللي أولى هذا اللي أولى ثانيا المسألة اللي هو الثانية قلنا يثبت زيد به فعادك والثالثة إن شاء الله تبارك وتعال اسمه مسألة اسمه إيه وزيد أخويا إن مسألة زيد نزول الوحي عاش من المقصود بنزول الوحي إلا نزل على النبي قبل بالبالغ واسمه يخسر قبل ما يبلغ واسمه قلنا يخسر قتن عنه رسول زيد قو يصل طب الله مزيان ويعرف يبلغ ولكن قبل ما ذلك واسمه خسر واسمه خسر الهاج اللي واسمه آه فالله تبارك وتعالى عن طريق الوحي يُعلمه يُعلمه علمه شديد القوة ذو مرة علم كان معلمه جبريل بشتعرف أيها الداعية لابد لك من مرجعية تعود إليها تثق فيها فإن فشل الدعوة إلى الله حينما تضطرب المرجعيات هذا سلفي هذا كذا فيتماطح الدعاة إلى الله بينهم ويتركون عياذا بالله واجبت دعوة الناس إلى الحق عباد الله هذا إذا اشتخوا المرجعية ستكون عندك مرجعية سيدنا جبريل كان هو واسمه كان معلم تعسيد سيدنا المتعلم سيكون المعلم جبريل كيقول سيدنا في الحدي نتعور بالخطاب على السلام بينما نحن جلوس عند رسول الله اضطر علينا رجل شديد وبياضي الثياب شديد السوادي الشعر هذا في المعلم معلم شو كده فجلس يعني فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد سألوا عن الإسلام عن الإيمان عن إحسان عن أمارات الساعة وفي التالي واسم يقول قال لهم أتدرون من السايل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الله وأكثر من ذلك جبريل كي كان يدير يعلم من بيصل الله علي واسمه كان غير يقرأ علي القرآن وصافي لماذا أخترت أنزل الله تعالى هذه الآية وهل أخترت أنزل سيدر بهذه الآية قال له في آخر سورة العرف خذي 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 العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا كله دار بحو يقرر الناس وكذا قال له خذي واسمه خذي واسمه خذي العرف قال لك أنا حفظ القرآن ويعود لها خذي العرف خذي العرف وأمر بالعرف وعلى من الجاهل سيدر بيقال له يا جبريل يا أخي أنا الآن ما فهمت مضمونة ومقصودة ما يأمرون الله بفي هذه الآية قال له احتى يا أنا فصعد جبريل فقال له إن الله تعالى يأمرك في هذه الآية ويقول لك ابتغي الرفعة عند الله صل من قطعك اعفو عمن ظلمك اعطي من حرمك احلم عمن جهل عليك أن تعامل الناس زيد بأحسن ما لديك أن تجازي السيئة بالحسنة أن لا تجازي السيئة بالسيئة لأنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن تكون بمن بمن يضحي بنفسه وبحظه من أجل هداية الناس لا ينتقل كان رسول الله ينتقب لنفسه عليه الصلاة والسلام وتعرفوا بالسيد ناجبري كانت عدوه على الجساء أولا ما كانت عدوه على الجساء كانت عدوه على الجساء مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم فوقش شكوين يا عبد يقول لي شكوين فوقش يوه في رمضة كان من العام في رمضة ينزل جبريل في العشر الأواخر ويختالي برسول الله منين يكون معتاكف لأن السيد النبيك يكون قاطع على علاقة مع الناس يكون اعتاكف فيأتيه جبريل في عشر أيام التالية إلى معتاكفه تخيل معاينة منين تخيل ديك الجساء تعلم معلم جبريل وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخويا يعرضوا عليه القرآن قل لي أخويا حرف حرف آية آية المعاني الحكم الأعمال المقاصد الأصوم القصص الحكمة حكمة على حكمة الله حول ولا أخويا هذا رسول الله كانت وفي العام التالي اللي مت فيه وشحال عشرين يوم اعتكف النبي عشرين ودارسه القرآن عشرين عشرين يوم يعني الختام كانت دوبلي السنة التي قبض فيها دارسه عشرين يوم إذن فهذا معلم وهذا متعلم وجبري المعلم هل اشتاقوا التلميذ للمعلم ولا ما يشتاقلوه واش اشتاقلوا ولا ما اشتاقلوه راي اشتاقلوا كان اشتاقلوا بز pytanie وجبري يقول له ما شير غين تشتاقلي أنا أشد إليك اشتياق ولكن الأمر بيد الله هو الذي ينزلني متى شاء وللمقصد الذي يشاء وفي المكان الذي يشاء وفي الحال الذي يشاء وفي الموقف الذي يشاء قضية قضية دين رب رأي باللغب وحد الطريقة التي ينبغي أن يحقق بها مقصود الله ومراد الله من إنزال القرآن عن البشرية وسيد البيه هو الذي يمثل الواسطة التي تحميل هذا الوحي كان شيء باخترات تعرفوا أنتم ما الوحي كيف ينزل كان شيء باخترات منين ينزل الوحي واسمه يستعجل يستعجل يبغي في الساعة قالوا سيدة ربي سبحانه وتعجل واشو قالوا في القرآن في الصورة القيام واشو ما قالوا بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به باللات باللات خليني غادي اندهديريك لمن قلبك كما قالوا سيدة ربي قالوا نزلنا عليك القرآن على قلبك ينزل مشي شيء مشي شيء كلمات تلوكها الألسن انت ينزل الله تعالى عليك واسمه هو زيد عفر في القلب في القلب لا تحرك به لسانك وحال عدد أنت على الناس سيقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يقرؤون القرآن والقرآن ويلعنهم كما انتالي للقرآن والقرآن ويلعنه يقرأ ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب فيلعنوا نفسه ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم انت خصك تمثل القرآن قرآن يمشي على الأرض وباش تمثل القرآن بينبغي أن تنقش آثاره في قلبك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه الجمع في القلب وقراءته جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه شوف أثر في القلب وحفظ وتلاوة وعلم وبيان بالروحة يتعطى لك اوه يا بن عمي على التلقي الله أكبر الله أكبر فلا تعجل به فلا تعجل به إذن في قضية التعليم زيد تحتاج لمن هذا التعليم يعلم صدر يحتاج ما يسموه يحتاج المعلم يابك هوا هوا يدارسه هوا كاين المدارسه هوا يدارسه زيد واسمه يحتاج إن شاء الله ثلاثة واسمه ها هو معلم واسمه يحتاج زيد هي متحنه والربعة واسمه يحتاج واسمه البيان هو هذا يحتاج لبينه ولكن المسألة المهمة واسمه هي ان شاء الله تبارك وتعالوا اسمه هي اختاب روالي واسمه المسألة المهمة ان ينزل عليه على القدر الذي يفيده ايه بالتدريج بغيت انت تعلم انت بغيت تعلم شي واحد ولا تدعيه الاسدر بغض يضرب واحدة تقول له كله الى الحنظر الاسدر وغض يتصله وتصوم وتقوم ويقول لك بسلام عليك بسلام عليك بسلام عليك سنة موعد بن جبل من الدهى اليمن اش قالوا انك تأتي قوما زيد ايه فامرهم باش في الول بشهادة لا الهي الله ونحمد الرسول صافي فانهم اطاعوك اقتلعوا امرهم بالصلاة فانهم اطاعوك الزكاة ما شوف اللي يقول بشي اسمعوا انا رسول ورسول الله اليكم تشهدوا شهادة الحق واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وابتعدوا عن الرشوة وعن الربا وعن الزنا وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وفرق غداسي وفرق غداسي او باللاتي انا اجي وعندي يقول لي هذا النصراني راه سلم وره قال ليلى محمد رسول الله واش نمشي وديرك نديه لطهر له يا سيدي واشاست الطهر له انت يا ضروك واش باتل كنت اغيب الطهرة ياذي بغي الطهر مع نار اسلم بغي يزوج هاااااااااااااااااااا هلا شي يقولك خل هكذا راع سرع ويتعلم الدين وكذا وكذا لأنه وغادي يمشي الدهاء وطهار ومشي الدهاء والعشجاج جاب لك الروج وداره فلا فلا خور فريجي دار الثلاجة هكذا رات الصراء بالله تأسم أحمد بالله أيها الدعاة خذوا الناس إلى الإسلام أخذوا لطيفا زيد جرعة جرعة يا وسيد الشيطان عفرت عليكم لأن الشيطان قال لك ربي ولاة زيد ولاة تتبع خط وعطي الشيطان خط وخط والشيطان من اللول من اللول من اللول غادي يجي يقول لك ما تصليش لا المرة اللولة اسم يقول لك هذي غير نافلة مع اليهاش يبدلك بالنافلة وش غادي يقول لك زني في اللول لا قول لك شوف هذا شوف الجام ما انت عربي المرأ شوف صبح الله سبح 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 الجام انت منهي على النظرات الحرام هو يقول لك ها سبح سبح شوف الجامع شوف الجامع هكذا رأي يقولون مش شيره يقول لها لو حبك في الله مش يوصل لحتى يقول لها وحبك في الله ش اللي غريب يا في ما هي وحبك في الله قلت قاعد في الله تحب المرأة حب أموك وباك خالتك وعمتك بشأنها أنا وحبك في الله قلعا وحبك الله يعطيك فرق غادي اسمها ذي وحبك في الله قال له الشيخ يدير الدرس تجاه الاخت قلوه أنا أحبك في الله يا شيخ يا ابنيتي ايه قولي قولي كيراك دير واش خبارك ودخلي في الاخر أحبك في الله أنا كنت سمعك المرأة والله ما تبت ما تبت في الدار الله يهديك وما صحبي حرفقه للناس يا صحبي وحبك في الله ألا يهديك يا ابنيتي ولذلك واسمه خص إن شاء الله تباركته واسمه خص واسمه خص فهذا الإنساء واسمه بالتدريج التعليم بالتدريج ولذلك كان الرسول صلى عليه وسلم من مهمة واسمه واسمه هو الذي بعث في لأمينا واسمه له يطلع علم آياته كما تليت عليه الآيات المهمة الأولى وهي أن يبلغ ما تلي عليه ها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك تطلع زيد ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا وش حال كان سيدنا بيدي لهم من درس في السيمانة يالله يعرف يالله هذو كل الوعلاء اللي في مكة هذو كل اللي كان يمشي يجتمعهم سرا في دارس الأرقى من أبو القبع عند الصفا هذو كان يخرجوا في الليل مستخفين باش يوصلوا تماما باش يقرأ عليهم القرآن من إن كان القرآن غريب وكان اللي كي يسلم مشا وش حال داو هذو الناس على الإسلام وصلوا واحد اللوقيته في تجاكستان وذك الشي الاتحاد السوفيتي كان اللي صب ورقة نطع المصحف يحرق كل شي تعرفوا اسمه كان يديل كانوا المصحف يقطعوا وريقات وحفروا دهاليس في الديار نطعهم باش يحفظوا باش يخلي عنده ورقة نطعنا خاصة الفاتحة وأواخر البقرة يتجلعوا الفاتحة وأواخر البقرة الله هو أكبر القرآن القرآن والآن هم غاديل هالمسالة أن القرآن ما يبقاش لأن الروافض يقولوا هالقرآن واسمه محرف ومصحف فاطمة في 17 ألف آية وهو فيه 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 في دهليس سامورا وسيخرج به ذاك الإمام تحمل قتل العرب وللحكم بما يسمى شريعة داود أعوذوا بالله أعوذوا بالله على دين أعوذوا بالله على دين والآن هم يرون أعداء عدوهم هو أهل السنة يقتلونهم بلا رحمة ويتعامروا معهم بلا رحمة بلا رحمة بلا رحمة شوه لهم إذن كان بيصل الله عليه وسلم هذو كل اللي يمشوا يقرأوا عنده هذو كل الولا كان يمشوا في الليل ما كإلا جامعة ولا مسجد ولا ولوف مكة 13 كان يمشوا مستخفين ياك ومن بعد من اللي يمشى للمدينة واش كان يديه لهم كان يدي يديه لهم الجمعة الجمعة وكان يديه لهم شي دروس ما كذلك غي ما كذلك كان يديه لهم الدروس ما كذلك كان يديه لهم الدروس اختراط اختراط يديه لشي درس ولا وجاوا النساء صفتوا له واحد لمي job p asma بنت تويやって بنت من أستكن قلوا يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك برلمانية تمثل النساء أنا وافدة النساء إليك قالوا مرحبا بوافدة نساء قتلوا قالت لك النساء أأنت نبي ورسول للرجال والنساء أم للرجال فقط قال لاأذو بله للرجال والنساء قتلوا وругهم ادهوك الرجال علينا هم اللي يديرهم إن شاء الله الدرس حينما يديرناش الدرس فخصص لهم درس خاص للنساء يحضروا خاص صلى الله عليه وسلم يدرسوا درس خاص مش حال من مرة في السيمانة مش حال مش حالك كاي يدروا مرة في السيمانة من يكون كاين ولذلك حينما كان ابن مسعود يدرس في مسجد رسول الله ويدرس في الكوفة فوق عمر الخطاب نمشى الكوفة أش قالوا له ذوك التابعين وذوك التلاميذ انتعوا قالوا له ناراك تدرسنا زيد مرة في الأسبوع كان يدير من الخميس إلى خميس احنا كنديروا الجمعة هو كندير من الخميس إلى خميس ابن مسعود كان يدير الدرس في الخميس قالوا له علاش ما تزيدناش واحد المرة والذلك في السيمانة قال له من لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا مرة في الأسبوع مخافة السآمة لأن الناس وسمه تسأم لأن كثرة الكلام زيد 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 كثرة الكلام ينسي بعضه بعضها خاصة طيلك ما كانش كان غير كلام ما كانش مع القلب ومع الروح ويشد الانتباه انتعك بحيث يتحصر كل همك لإدراكي القلبي إلا ما كانش هكذا سيغيبوا الناس كاللي ريحضروا للدرس انتعك تفسيروا ينعس علاش لأن الكلام يكونوا فقط 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 يخرج من هنا وليذلك الناس ما غاديش تصبروا زيزا قالوا العلماء المتخصصين هاذ الدرس والمحاضرة الناس غادي يكون عندهم تسعين في المياه انتعي الاستيعاب في ذيك عشر دقائق اللي اولى كنت في عشر دقائق تبقى تهول تمانين سبعين ستين مين توصل لنساعة واسمي ولي واسمي ولي ربعين ثلاثين مين توصل لأمجيت الساعة وليبقى لك عراكي مع الغ جزبها مع الشخير جمع وليدي جمع واحد السيد مني كان يدير الدرس يبلو كل شي دي الثوم ما عمره دينا الله رحمه واحد السيدة من العائلة دينا كان يدير دروس فوقه شيدين يجي في الليل يدير هالشي وحدين في الحانوت وهذا كل في الحانوت رك عارف فيهم النعاس وكذا يجي لهم في التالي يبقى يتكلمهم يقول لهم شوفوا غزوة بدر غزوة بدر المسلمين قتلوا الكفار سبعين واحد ياك يقول مساكين علم الكفار يقول مساكين والكفار يقول وكفار يقول وما الكفار قتلوا بالمسلمين في أحد سبعين غزوة الله فيهم يعاود ويشوفوا يعاود يعاود يقولوا شوفوا الله يخليكم الله يخليكم قارا المسلمين قتلوا في بدر سبعين سبعين ديال المشركين مساكين الله يرحمهم يعاود يقولوا في أحد قارا المشركين قتلوا سبعين تاع الصحابة منهم حمزة غزلا فيهم. غزلا. ارفت صوار حمش. عمرو ما بقى صافي ما ما بقىش يدير الدروس. وتعارفوا المنكان يدير الدروس. اللي عارفها. اللي بيتين قصرين بالزامر كيكملوا وقالك زعنا باش يتوبوا. فيه يتوب لك هو فيه الناس وكذا. راح تصلاه ما نصليش. اذن اخويا ان شاء الله تبارك وتعالى التعليم واسبو يخسوه التعليم واسبو يخسوه. واسبو يخسوه. يخسوه اسمه التدرج. التدرج مرة مرة. مرة مرة. مرة ما بحل حدنا عندنا درس في الس السيمانة. درس في السيمانة يخسوه يكون غير وعد ثلاثين انا عاد انطول على الناس في واحد المرض يقولوا الله يشافيك كنت انطول على عباد الله. طول. وغلي يهدر ما يقول اصعبك اصعبك اصعبك. إلا انا اهدرك يسمع له على قضية التطوير ماش يمزيلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من يدي الخطبة واسمه كي يقول ان من مئنة الفقه فقه الرجل واسمه هو. قسر الخطبة واطالة الصلاة. ولكن يقول الناس كانوا وقلوبهم هيين. وكانوا الصلاك يسلوا يسلوا. اه. اذا فهكذا سيدر بك اقول له شوف. اراه سيدر براه يعلمك. ويدربك. وصفت لك المعلم. والمعلم واش بغيت يبقى ظل معك الليل والنار ولا كفي الظحى وفي الليل. النا. كما كاين الليل يكون السكون. والضحى الحاركة. فكذلك الوحي. اختراه. زيد. اختراه اسمه. اختراه اسمه. اختراه اسمه. دي. ايه وتوقف كما يتوقف الليل. والضحى من بعد منين يجي. انا غادي يجي. ان شاء الله تبارك وتعالى. ولكي واش سنة غادي يجي. يزل لك صباح. والعشية. وصباح. يزل لك مرة في ستيام. مرة في عشرية. مرة. على حساب الاحداث. على حساب كذا. هذا على النبي صلع اسمه. التلميذ دياله. التلميذ دياله. قالوا لو لا نزل عليه آية. كانوا يتمناوا صحابة. باش كل نهار عودك ينزل القرآن. ويا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. علاش قلوا لي الصحابة اللي عاشوا مع النبي كانوا يتشوقون لنزول القرآن. ويمشوا عند النبي. ويتواردوا عليه ويعارفوا واش كايش جديد للوحي. كان عمر رضي الله وجاره الانصاري. قسموه. قسموه. الى نصفين. واحد النهار سيدنا عمر يمشي عند عمر الرصوص لعنهار كامل. يجيب لك ايش جديد. وهذاك يمشي يخدم. يخدم. وقدالي هذك الانصار يمشي عند النبي يجيب الجديد. ياك. وسيدنا عمر بس ويدير. يمشي يخدم. يدينا قسموها. انتا تخدم النهار. وانا نخدم النهار. والنهار اللي نخدم فيه انتا تكون نجيب لي الخبار عن المصر. شو شو لهذا العزيب شو. شو. وكانوا ان شاء الله تبارك وتعالى وش حال يديوا من آية وش حال. ش حال يديوا من آية. قال ابن عمر كنا نؤتى زيد. الايمان قبل ان نؤتى القرآن. ش حال كانوا يطلبون تعالى. ش حال. ما يفوت وش عشرة. ما يفوت وش عشرة. كي يقبض على ذكر عشرة. يجتمعوا عليه قال حي. يو ادروها اخي احنا ندروها. اجتمعوا لها ذكر عشرة تعالى الآيات. نفهموها. تفسير المفردات. المعاني. السياق. اللحاق. الحكم. المسائل التربوية. المسائل العملية. طا 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 طا. ان مشي ونخدموا به. وندعوا به الناس. يعني ما نروش حال من مرحالة. فهم مرحالة. من نزل الوحي. زيد. جمعوه. ثاني حفظوه. الاجتماع عليه. مدارسته. فهموه. تدبروه. العملوا به. ودعوة الناس اليه. ولذلك ما كانش آية نزلت من عند ربي بالنسبة للصحابة. وما استفدوش منها. ايمانيا. علميا. ثقافيا. طربويا. دعويا. حركيا. حركيا. يعني القرآن والله ويحرك. خرج امة القرآن. ولكن كونوا ربانيين. بما كنتم تدرسون الكتاب. وبما كنتم تعلمون. بما كنتم تعلمون الكتاب. وبما كنتم تدرسون. علموا الكتاب ومدارسته. يقولي الإساء الرباني. الله أكبر. إذن هذو كانوا يتمنى والصحابان. كانوا يتمنى حتى ما ينزل القرآن. لأنه يفضح المنافق. يعطيهم الخبار تعالى المنافقين. يعطيهم إن شاء الله طبعا يبشرهم. يبشرهم بالمنجزات. وسيدنا بيقولهم. يا هكذا يتخيل. هكذا يقولهم. سيدنا بيسل عصب يقولهم. من أحب أن ينظر إلى رجلي من أهل الجنة. فلينظر مثالا. فلينظر إلى هذا. طلحة. فقد قضى نحبه. من أهل الجنة يمشي على الأرض. يبقى سيد من أهل الجنة. ويتمشى مع الناس. ويا ربي يا ربي يا ربي. بيلال يقول له. أنا ما طلعت اسمائي. اللي سمعت الدف أنت عن الناهل ديالك سبق في الجنة. ومشتره بالقصر دياله في الجنة. هو عمر. قلل بسمورك الدين. أرجع عامل عندك. تخيل أنت تعيش في واحد المجدامة. مش حال. المئات المبشرين بالجنة. يا ربي يا ربي. إحنا نعرفه اليوم شي واحد من أهل الجنة. فهذا الجمعاء. نعرفه شي واحد من الجنة. ما نعرفه حتى واحد. تخيل أنت تعيش في واحد المجدامة. الوحي ينزل. ينزل. مثلا مثلا. جسد ننبس الله عندي أبي بن كعب. أنا أغير أن أعطيكم بعض المثيلة. جسد ننبسه عندي أبي بن كعب. قال له. يا أبي. إن الله تعالى أمرني أن أعرض عليك سورة البيينة. قال له. الله. أمرك أنت رسول الله. أنت أرض علي أنا أبي. وعليك أنزل. قال له. نعم. ما استوعف. يا رسول الله. الله. في عليائه. أمرك وأنت رسوله. أنت أعرض علي أنا أبي. القرآن. وعليك أنزل. قال له. نعم. أنا قد يمشي للسؤال الثاني. قال له. يا رسول الله. أذكرني الله باسمي لك. قال لك. أعرضي القرآن. سورة على أبي هكذا. سيدي رسول الله بذكر اسميتي. قال له. يا أبي. إن الله في عليائه. أمرني أن أعرض عليك سورة البيينة. ولقد ذكرك باسمك واسم أبيك. أروح تشوف الخوة يا أبي. اللي بكي. اللي بقي. سيدي رسول الله بذكرني باسميتي لك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله أكبر تخيلت القرآن ينزل وذاك هذا كثابت من وقف سبيل الشمس من ينزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضين أنت حبط عمالهم وأنت قال ويحي حبط عملي رزق لله صوت جوهري ونكي نهضر مع النبي صوتي مرتفعة معنى الله حبط عملي وما بقىش يمشي يصلي في الجامعة حبس نفسه ويبكي فلما لاحظ النبي بعد ثلاثة أيام عدم حضوري ثابت بن قياه بن قيس بن وشماس في المسجد يصلي مع صلاة الجامعة قال أين ثابت هذا خاطب النبي صلى اسمه ثابت لأن الشاعر هو حسان والخاطب هو ثابت وهكذا نبي عنده كل شي عنده كل شي التخصصات اللي يبغي ابني الدولار قالوا فره قالوا الله أعلم فذهبوا إلي فقالوا لقد سأل عنك رسول الله ما سبب غيابك عن صلاة الجامعة واش كايش واحد بصحاب اللي يتقلف بصلم الرسول صلاة اسمكي صلاة لي قال لقد حبط عملي قال ماذا تقول قال أنزل الله بالأمس أو لف هذه اليام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنا لقد حبط عملي لأن صوتي مرتفع وإذا حدثت النبي حدثته بصوت مرتفع وقد نهان الله وجعل من يحدث النبي بصوت مرتفع محبط الأعمال جاوجير قالوا يا رسول تعالفها خشي على نفسي أن يكون قد حبط عمله فقط لأنه صوته هكذا مرتفع قال له لست أن تلمعني في هذه الآية أخبروه أنك تعيش وحا زيد زيد سعيدا زيد وتموت زيد حميدا وتلقى الله شهيدا وتدخل الجنة الله أكبر شو حال أعطان تعيش زيد سعيدا وتموت حميدا يعني واحد متيح من هلك الله وتلقى الله شهيدا وتدخل الجنة واسبه بقيها بقي شي حاجة أخرى قولي لتخيل دم ما بقي شي حاجة أخرى الدنيا ساعد والموت يحب هذا الله وذقى الله شاهد ودخل الجنة بالقي حساب بقي شي حاجة أخرى أقولوله لي بقي شي حاجة يا ودي يلي هده في الصحابة يا ولدي يا اللي هادر الصحابة يا اللي يسب الصحابة يا الروافض يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي شوف شو سيدي عاد جاي يصلي عاد ذاك نقيتها عاد جاي يصلي ثلتي يام ما صلاش خاف بهذا الآية خاف هذا الآية ولذلك مني كانوا يغسلون نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كان يغسلون ما قلعولوش لك سواياك قالوا له شكوني غسلك قالهم الناس من اهل بيتي شكوني يصلي عليك قالك تغسلوني وضعوني على شفير قبري وخرجوا ساعة فإن أول من يصلي علي خليل الله ثم جبريل ثم ميكائل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ثم ملائكة كثيرة ثم دخلوا علي أرسالا فليبدأ بالصلاة علي أولا أهلو بيتي ياك المهمة سيدنا علي يغسلين يقلب الرأسه الريحة طيبة قللك أنا ما أتحاحل لأن اللي يقلبوا معه شكوني شكوني الفضل بالعباس واللي يصب شكوني هو إن شاء الله تبارك وتعالي يعني الفضل يصبه وشقران وأبو موه يهب معاه والسيدنا علي هو اللي يغسل يعني وكي يكمل إن شاء الله تعالى واسمودان واسمودان سمع علي والصحابة الذين يغسله من أهل البيت صوتا في البيت فيقول السلام عليكم اللقاء عند الحو مهمة انتهت بموت رسول الله جبريل يتكلم كملت هذ قضية انتهى موت النبي انتهى الوحي ما كشد بمنوراه ما ينزجه هذي هي اللي رغم يقولوا الآن الروافض ما زال إن شاء الله عندنا العصمة وعندهم الوحي وعندهم قرآن جديد مننا مدسج للنبي صلى الله عليه وسلم يكملين مدسج للنبي صلى الله عليه وسلم وش حال بقتمها باش دفنوه مدفل الثنين ياك فوقاش دفنوه فوقاش دفنوه ها الاربا الثنين وقال ثلاثا ودفنوه الاربا واسموكا يدير يديروا في الثلاثا والاربا ها يقول لي اسمه كان يديره هي سيد النبي ما ندفنوش حتى نختار القائد نتعى الأمة لعنى أخطر ما تصاب به الأمة هي أن ينفرد عقدها وما تختارش الخليفة لأننا لمشى الخليفة اسمها ظهر الظلم وانتشر الفساد شو اللي في قنطة الصحابة مني جاي موت ستنا ببكر قلم زرده هومر هومر جاي عنده قالوا له تخلف علينا رجلا شديدا علينا منينك انت قال ما بالله تخوفون بالله تخوفونني إذا سألني الله لماذا وليتم عليهم عمر أقول وليت عليهم خيرهم ولا له خلوا لنا نتلقى ربي بهذا الشيء ومن يجا عمر يموت وطاعن طعنه المجوسي أبو لؤلوه وهو يصل لصلاة الصبح والناس قاعمة حايرة غادي يموت هو اسمه قالوا مجمعوني ذوك ستا الذين مات رسولوا عنهم راضي تلتيام يختاروا المسؤول ودال عليهم كوموندو تحت قيادة من عمر بس يوفا محبوسين تلتيام قالهم تلتيام الى ما اختاروا شرائس اضرب اعناقهم جميعا بستة بستة وما يصلح تاوحد بالمسلمين يصلح كون هو صوهي بالرومي ينس لك التعرف القيمة انت على الخلافة ولذلك الماذيو بيها عثمان وجوه هذو كل الأوباشي ديالي عبدالله بنسبا وتفرقوا في الأخر وقوا يتحكموا في الجيش ديالي سيدنا علي فانقلبت الأمور من 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 ولو بناتهم ورح نعاد نعانيهم من اللي اللي بحسدنا صافي يا خبزة المهم ان شاء الله تبارك وتعالى من اللي ماتى سيد النبي صلى الله عليه وسلم حازنوا لموت النبي حزنوا ولا ما حزنوا حزنوا وما بغواش يأكلوا جاءتهم الصعبة ما بغواش يأكلوا شافهم سيدنا العباس ما بغواش يأكلوا لأنهم ما رؤيت المدينة أشد بكاءا كاليوم الذي نعي رسول الله إلى الناس وا 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 الناس تبكي 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 وما بغواش يأكلوا كدر حتاكلوا كيش واحد اللي كان عنده الكوراج يأكل ده واحد كدره مشكلة وانواش كدره مشكلة العباس العباس تصدر الناس عم النبي قالوا ميتونا بالطعام نوضو نوضو تحملوا الرسالة تعسيدن بال التي أوكلها إليكم وطوق عناقكم بيكلوا نوضو نوضو فهكلوا بذلك أش قال سيدنا عبوبكر صدقي سيدنا عمر قال له يا عمر تركوا هو الرئيس الخليفة يا عمر هيا بنا نزور أم أيمن فكان النبي يتخولها بالزيارة أم أيمن شكول هي أمين بيصلى عليه وسلم يعني بدأ بالتربية اللي كي يقول هي أمي بعد أمي هي أم هي بركة هي الزوجة ديال شكول ديال شك زيد بنو حريثة هي أمين شكول وسامة بنو زي هذا أمه أيمن هذه مش هوا يزورها كي وصلوا يزورها واس مدرد واس مدرد قد تبكي تبكي هي فهيجتهم على البوكاء قال له سيدنا أبو بكر صدقه عمر لماذا تبكي ألا تعلمين أن ما عند الله لرسولي خير له قال له ما ما إني لا أبكي لوفاة النبي وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكنني أبكي أنه بوفاة النبي انقطع الوحي هو اسمت أخويا وانتما كان القرآن حذاك وهو وعمره ما قريط هما بكاوا على هذه السبعات اللي كان يزلها وجي واحد اللقيتين صبحوا فيها الناس قال لك النبي من عالمة الساعة يجي السيد إن شاء الله تعالى يفقد القرآن في صدره فلا يجد حرفا في صدره يقول يمشي يجي عند المصحف عنده واحد ثلاثة ولا أربعان طعام المصحف يمشي يحل هذا القجر يجي عند المصحف يدين له هاك فيجد أن القرآن قد رفع أقرأوا القرآن قبل ما يترفع وقبل ما يمشي من الصدور تاخير الزمان من يبقوا الناس يجحدون هذه النعمة يقول لك أنا حافظ القرآن وهو يضرب في القرآن أنا حافظ القرآن ويضرب في القرآن بلا أزمة ولا خطأ بلا علم بلا علم والناس سكتا هاش يزي هاش يبغي انتم موسكتين وقعدوا تفرجوش هاش مال يجي واحد لوقيت اللي يترفع يقول اسمعت أخويا أقرأوا القرآن أنا وغش هاش شباب ماش تكون تفهموا لي ولا ما ودعك ما زال ما وصلناش لمواعد دعك ما معنا ما ودعك ما حد عندك القرآن عندك صلة تحكب الله إذا أحببت أن تخاطب الله وتناجيه واسمه الدير لا قول لي إذا أردت أن تناجي الله واسمه هدي الدير لا إذا أردت أن تناجي الله واسمه هدي الدير قال له واسمه هدي الدير إذا أردت أن تناجي الله فصلي صلى الحمد لله أردت ناجي الله الحمد لله رب العالمين وإذا أردت أن يكلمك الله واسمه الدير قرأ القرآن إذا أردت أن تنتهى تناجي الله دخل عليه كيف بين يدي وصف قدميك وتوجهي للقبلة وبقى تقرأ القرآن تقول الحمد لله رب العالم وربي يقولك حميدني يا عبدي الرحمن الرحيم يقولك ربي اثناء علي يا عبدي ملكي يوم الدين مججدني يا عبدي على السيدنا من يقرأ الفاتحة يدير وهكذا قالك الحمد لله ربي العالمين يسمع للرد انت عرب كيف يقولك حميدني يا عبد العالمين الرحمن الرحيم أثناء علي يا عبدي ما عمريك تكلم الحمد لله ربي العالمين الحميدني يا عبدي الرحمن الرحيم اثناء علي يا عبدي ملك يوم الدين مجدني عبدي ياك نعبد وياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا لما يشتقوا فمتوش غير المغضوب عنهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سعد هذه مناجات هذه مناجات انت تناجه انت قدخلت على صدربي أما إلا بغت يكلمك الله قال ابن مسعود إذا قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك أنت المخاطب لأنك مؤمن وإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه حل 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 قلبك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون اسمعتها سيدي اسمعتها سيدي ولذلك يقولوا السيدة ربي شوف هذا القرآن هو الحبل حبل الله المتين الذي يصل الله بالعبد ويصل العبد بربه هذا هو يقولوا سيدية ربي القرآن حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بيدكم شو شو تخيلنا غير التصوير هذه هذه لا تجوز هذه التصوير كيف يسمحوا لي لله المثال اللي علا أنا بغي نوصل نوصل مثلا لنا شقي ذك شقي ذك لحيت من هي وعندي وعندي الحبل ولأخوه قابل لحبل من هي باش ما تتلف شو اسمه تبع لحبل تبع لحبل لحبل غادي يوصلك فين عدم ولا يلا تخيل مكاش لحبل بشي هاك هو وراء لي بشي هاك كاللي ولي قح هاك ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالة بعيدة بعيدة ولذكاء هو أخويا ختموا حياتكم به وبيدي وحياتكم به وعيشوا به عندكو تفرقوا هذا عندكو تفرقوا كتاب الله عنده إن شاء الله تعالى هذا هو اللي غد يكون عنده واسمه موقف واحد مش يزور فيأتي القرآن يوم القيامة شاهدا لك أو عليك إما يشهد لك يبقى يلقي الحجج نعم حاملي نعم قارئي نعم مطبقي نعم نعمة يقول السيدر بيخذه فيرفعه إلى على عليا ولكن الله يشترى ماش يقول له بيئس العبد بيئس حامل بيئس قارئ بيئس 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 يقوله خذوا فيهوي به سبعين خريف وفي جهن ها اذا شتو أم أيمن الفقه دي الأم أيمن قلت له أنا مرنش نمكي على الموت نتعني بيئس أنا كان مكي لأن من المتنبه وتوقف الوحيد وشوفه اليوم البهائية زيد زيد البهائية زيد والرافضة الاثنية عشرية والإسماعيلية زيد وولا ولا 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 كلش هذا كل شي كقلوب اللي كاركيين عندهم رسول مورن بيئس كلش الأحمدية كلش كلش يقوله كاين الرسول شوش حلطة على الفرق الضال قال وحي يكمل لا نبي بعد رسول الله ولا وحي بعد رسول الله ولا كتاب بعد القرآن ولا أمة بعد أمة رسول الله اه اذا ان شاء الله تعالى اليوم تكلمنا على قضية اه علاش علاش توقف عليك الوحي واستعاد باش ان شاء الله يوقف لك يبقى يتوقف لك ثلث ايام اربع ايام عشر ايام لأن هذا القرآن ينزل حسب الاحداث منجما مفرقا والمقصود انت عباش انت تزيد ايمان وتزيد اشتياق ويدك بالتدرج ياك ومن بعد انت عودك تستوعب وتفهم وتعمل زيد وتعلمهم وتقرهم وعودك تاخذهم هما عودك مرحلة بمرحلة لأن المقصود هو مش مش غنت المقصود انك بك تكون الامة اللي غدي تورث عليك هذا باش الى يوم القيامة وحنا هالقلسة اللي راحنا قلسينها هي ان شاء الله تعالى بهذا كش اللي راح ان شاء الله تجتمع عليه الامة باش تحيي المهم من تع رسول الله تبه الله عليه وترجم هالقرآن هذا وإليك احنا اترك الدرس اللي ما تتركش الدرس بس شوالك ريضك والله واحد واحد الغربة ديال الدروس واحد الغربة نطاع الدروس أنا رني حايل ما نسيبش الدرس تمشي الجو معامة الدوال أنا رني واحد الحزن حزن حزين ما كان ما كان ما كان ناس غير بورطة منغل بورطة منغل بورطة حتى اللي يبغي يتعلم الدين يمشي قرفة في جوجل واشي يقول واسمه يعطي جوجل جوجل بحالة بحالة لا 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 ذاك الأكلات السريعة دير له شوية يحد السلاطة مع دودة فالتالي يمرض بالسكر يمرض كذا يمرض بالكرة على إسلام الله إسلام لسان يعيش ما هذه المجالس الله يحين علي حتى الموت علي إن شاء الله بإله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة